موسيقى في هذه المسابقة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى السلطنة وفي هذا المجال في مجال تصميم البيوت الصديقة للبيئة نحن نتوقع في نهاية هذه المسابقة أن النتائج عملية واقعية سترتقي بمستوى المباني والمنازل في السلطنة إلى مستوى جديد يساهم يخلي السلطنة ضمن مصاف الدول التي تنفذ حلول عملية للمشاكل العالمية البيئية مثل مشاكل الاحتباس الحراري ومشاكل زيادة نسب الكربون ومشاكل نظوب الطاقة وموارد الطاقة وطبعا الورشة التي نفذتها التي نفذوها الأخوان من مجلس البحث العلمي تضمنت جزئيات علمية تخصصية دقيقة وفي مختلف مجالات في البناء وفي التكييف وفي الطاقة الشمسية إضافة إلى التجارب الحية لبعض الدول الشقيقة والصديقة وهذه أعطت المتسابقين قاعدة علمية جيدة حتى ينطلقوا في هذه المسابقة إضافة إلى أنها رفعت من مستوى إدراكهم ومن مستوى الوعي عندهم في هذا الخصوص ونحن متفائلين أننا في النهاية سنطلع بنتائج علمية ونتائج واقعية في البيوت الصديقة للبيئة خصوصا أن بلدنا سلطنة عمان تتمتع بأرضية خصبة لمثل هذا النوع من المشاريع البيئية إضافة إلى أن القوانين المعمول فيها عندنا في السلطنة تدعم جوانب الحفاظ على البيئة والسياسة المتبعة من قبل حكومتنا الرشيدة سياسة متزنة جنبتنا كثير من المشاكل والأخطاء اللي وقع فيها الآخرين وهذه منافسة في النهاية سواء نحن فوزنا أو ما فوزنا لكن سنقدم ما يخدم وطننا وما يخدم بلدنا سلطنة عمان